أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هناك بعض المشايخ يحذرون من بعض الجماعات ويقولون إن عندهم بدع ونسمع لبعض المشايخ الآخرين الثناء عليهم وصفهم بالدعوة فيحتار عندئذ طالب العلم جدا وهذا الموضوع يا صاحب الفضيلة أشكل علينا فكيف نتعامل معه يا أخي ما كلفك الله لا بهذا ولا ولا بهذا ولا ما دام ما تبين لك اتركهم جميعا خذ الطريق الصحيح وتركها هؤلاء جميعا وطلب العلم نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة